اشتركوا في القناة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما يليه المادة الأولى يعاد تنظيم شؤون الأشغال وشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 68 لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ويلغى المرسوم رقم 10 لسنة 2016 بعادة تنظيم شؤون الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم ونص المرسوم الثاني رقم 51 لسنة 2019 بنقل وكيلين وتعيين وكيل في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ما يلي المادة الأولى ينقل في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة وكيل الوزارة للزراعة وثروة البحرية ليكون وكيلا للوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات ليكون وكيلا للوزارة للزراعة وثروة البحرية المادة الثانية يعين الدكتور خالد أحمد محمد حسن وكيلاً للوزارة لثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجاء في المرسوم الثالث رقم 52 لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم واحد لسنة 1977 بإنشاء نادي راشد للفروسية وسبق الخيل ما يلي المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم واحد لسنة 1977 بإنشاء نادي راشد للفروسية وسبق الخيل النص الآتي ينشأ نادي راشد للفروسية وسبق الخيل ويخضع لإشراف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما نص المرسوم الرابع رقم 53 لسنة 2019 بتعين رئيس تنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل على ما يلي المادة الأولى يعين السيد يوسف أحمد عبدالله العيسى رئيسا تنفيذيا لهيئة رعاية شؤون الخيل اشتركوا في القناة